من بينها القضية الفلسطينية واللاجئين حزب الاس ب اي يقدم برنامج حافل للانتخابات النمساوية واخر خبر تجديد شروط الحصول على الجنسية النمساوية في برنامج حزب الشعب الانتخابي حتى الاحزاب فرادة اذا نظرنا لوجهات نظرهم هناك اختلاف بين الاحزاب وبعضها ولكن بيطلع علينا حزب الشعب بعد تأييده الكبير لموضوع الترحيل اللي قامت به المانيا وان كان قالوا هناك ان فيه اجراءات في النمسا هيكون بنسبة كبيرة ان هم مرحبين بالموضوع مع طبعا اعتراض المانيا انها تستقبل المهاجرين من النمسا قالت هم يرجعوا للحدود لكن هنا بيطلع علينا حزب الشعب ويؤكد على لسان وزيرة الدستور اسمها ايدش تادلر كارولينا ايدش تادلر انها بتقول ان الشروط هتكون من الصعوبة كمان عن الوضع الحالي الموجود بعد الانتخابات رؤيتك للاحزاب دي فرادة ايه او للقرارات اللي تخذها خلينا نبدأ ساذة مدوح موضوع ببرنامج برنامج حزب الاس بي او واللي هو قدم برنامجه وتحدث فيه عن القضية الفلسطينية اللاجئين كان عنده برنامج حافل صراحة قدمه مع عدد من الخبراء واسادسة الجامعات يعني اه تفتخر اس بي او ايضا بان المجلس الشارس يشكله بابلر قدم العديد من وسامات البرنامج كان بعض الاعضاء في المجلس حاضري خلال العرض المسبق للانتخابات وقدموا نقاط المختارة مثل الوزيرة السابقة للعادل ماريا بيرج المهم كان في عنده مجلس خبراء هو قدم برنامج انتخابي شامل يعني مؤلف من 116 صفحة اتحدث فيه يعني عن موضوع ضريبة خفض الضرائب وضرائب الشركات وزيادة تعليق زيادة الاجارات الشقق والمنازل حتى 2026 وايضا العمل لمدة اربع ايام عمل بالاسبوع مع تعويض كامل للراتب يعني اربع ايام عمل والراتب يضل مثل ما هو بصراحة هذا تحدي كتير كبير وهذا يعني تعرف انت النمساوي بحب الاجازات واللي ساكي يعني اي شخص بحب الاجازات فبتل له اذا رح شغلك اربع ايام بدال خمسة وعطيك نفس راتبك اتبال لك انا معك انا معك ديل بس دي هعتقد انه صعبة التحقيق ده فيه شركات دلوقتي بتقلل نسبة العمل بيخفضلك من 100% تشتغل 80 وتاخد مرتب 90 يعني انا مش فهم ازاي اعملها اكيد اكيد عندهم وجهة نظر تحقيقة وهي خطوة صراحة واعدة جدا بتعطي للفرد حرية اكثر بالتحرك برنامج اجتماعية ودعم حكومي بدهم يعملوا مبلغ ثابت للاطفال 376 يورو وحسب الحالة الاجتماعية عندهم يتضمن ايضا ازالة الاجهاد من قانون العقوبات تأسيس مكتب الادعاء الفيدرالي كجهة مستقلة يعني استقلالية القضاء وموضوع بالنسبة للقضية الفلسطينية طرحوا موضوع حل الدولتين يعني بما فيها السياسة الخارجية اعطوا رؤية فيها خاصة بالقضايا الحساسة مثل القضية الفلسطينية موضوع التجنيد الالزامي موضوع انه يأيدوا دعم اوكرانيا بشكل انساني بعيدا عن الخيار العسكري وفتح قدوات للحوار وموضوع سياسة اللجوء انه يوزعوا اللاجئين على مستوى الاتحاد الاوروبي التي ينادي بها الشعب ينادي بها الشعب وينادي فيها حزب الحرية وايضا على موضوع يعني جرائم كل من يرتكب جرائم الجرائم متكرر يجب ان يشهر بشدة القانون والذين لا يمكن ترحيلهم الى وطنهم يجب ان يتم نغلهم الى دول ثالثة امنة غارج الاتحاد فبالتالي اليوم برنامج الاس بي او برنامج قوي للغاية برنامج قوي للغاية وعنده وجهة نظر جريئة جدا طبعا حزب الحرية طبعا دعا لانه الانسحاب من سكايشيلد لنظام الدفاع الاوروبي وقال انه هذا الشيء هو المدخل الخلفي لقوات حلف الناتو فيعني انه النمسا عم تفقد حياده عم تتجه لقوات حلف الناتو وهذا الشيء لحلف الناتو عفوا وهذا الشيء بيخل بالحياد ولازم ما يتم ولازم النمسا تظل محايدة طبعا الاحزاب كلها ان كان النيوز ان كان الخضر كله عم بيحذر من ائتلاف حزب الشعب وحزب الحرية حزب الشعب وحزب الحرية نيجي على النقطة يعني تقريبا الاخيرة واللي هي دائما اتعودنا عليها بالفترة الانتخابية تجديد شروط الجنسية من برنامج حزب الشعب يعني مع الاسف الشديد انه نشاهد تجديد ما هي اصلا شديدة واصلا صعبة ولكن كارولين ايدشتاد دار عم تقول لك انه لازم يعني يكون فيه تجديد على الجنسية لان الديمقراطية تواجه ضغوطا على المستوى العالم ويجب حمايتها طبعا هي بمفهوم ايدشتاد دار شو هي الديمقراطية هي عدم معادات السلامية ودعم اسرائيل وكذا هذا هي كل اللي بتفهمه من الديمقراطية غير هيك ما بتفهم طبعا وهي بالاحرى هي سياسة حزب الشعب اجمالا بشكله وباخر ويعرف بخطة النمسا انه الجنسية ليست مجرد حق بل تعني ايضا التزامات ومسؤوليات لذلك يجب عدم منحها بسهولة واكدت الوزير عند الاندماج الكامل والاعتراف القيم الاوروبية والعمل بها مهما بها هما من الشرطة الاساسية للحصول الجنسية كما شدد على ضرورة وضع معايير اكثر سرامة لمنع اي تجاوزات في هذا الصدد يعني ما علي شيء بصراحة يعني شيء مؤسف لما نشوف الجنسية النمساوية والتي هي فعليا حق لكل شخص موجود وقضى مرحلة معينة او فترة معينة بها النمسا انه يحصل عليها مع الاسف انها تتحول لسلعة بهالطريقة هاي بيد الوزيرة الدستورية يعني ما علي شيء شو هالجنسية شو هالشيء الباهر اللي يحصل عليه الشخص من الجنسية النمساوية ما بتعرف السيدة انه هذا التشديد ممكن ان يعمل شيء عكسي ما يقعود اي حدا عنده اهتمام الجنسية النمساوية يعني بصراحة عني هذا الشيء كتير ناس عم تتوجهه بلك الجنسية النمساة شو رح تجيب لي حق انتخابي ما بدي انتخاب انا اصلا ضد السياسة النمساوية انا اصلا ما بدي انتخاب ولا اي حزب من اقصى اليمين لا اقصى اليسار فبالتالي فبالتالي هذا تصرف خاطئ وانا لا اعتقد هو لا يمثل الا اكثر من المرحلة المرحلة الانتخابية والمرحلة اللي احنا بنعيشها ولن يتحقق في شيء بعد الانتخابات خاصة في حال دخول الاسبيو لانه الاسبيو قالك انا من اهم برامجي انه تسهيل الجنسية النمساوية وليس تصعبها وكارلين ايدش تادلر لن تكون في الحكومة المقبلة ولن يكون لها اي وجود والمعلومات الخاصة الموجودة عندي صراحة من حزب الشعب بتقول انه فعليا يوجد تيارين داخل حزب الشعب هو تيار كارل نيهامر وتيار ايدش تادلر ايدش تادلر تريد التحالف مع حزب الحرية وكارل نيهامر هو فعليا لا يريد التحالف مع حزب الحرية فبالتالي بعد الانتخابات كارلين ايدش تادلر لن تكون ضمن اي شيء بحزب الشعب واعتقد انه ممكن ان تستقيل في برحلة متقدمية لانها حسب ما ارى وحسب قراءتي سببت الصداع لكارل نيهامر طيب لو من وجه نظرك يعني بعد انتهاء الانتخابات تفتكر الانتخابات هتنتهي يوم 29 بالكتير او يوم 30 هنعرف 30 الصبح هنعرف 29 انتهت 29 انتهت الساعة الخامس الساعة السادسة سكون الامور كلها واضحة طيب امتى تفتكر ممكن يكون عندنا حكومة جديدة والله لا اعتقد يعني لا اعتقد قبل فبراير 2015 فبراير 2015 لا اعتقد لا اعتقد لا اعتقد ستكون حمل يعني ستكون مرحلة خلينا نقول يعني مرحلة مناوشات كتير يعني كتير كتير حرجة في حال باعتبار ان حزب الحرية سيكون الاول حسب الاستطلاعات ولن يأتلف ما هو احد وهذا الشيء ستمر بمناوشات ومناوشات اضف على ذلك بنوفمبر نحن على ماذا اتين سيدي الكريم اتين على الانتخابات الامريكية ودونالد ترامب وكاميلا هارس فعليا يوجد صدام حقيقي والعالم بحالة تحول ترامب الذي يدعم اليمين طبعا ليس نفس يمين اوروبا بصراحة ولكن هذا الشيء سيكون له بصراحة تأثير كبير وانعكاس على الحالة السياسية في العالم خاصة في اوروبا اضافة الى ذلك حتما النمسا باعتبار هي خرجت من مرحلة ولكن في حال كان هناك شيء من العقلانية ما بين الاحزاب ما بعد الانتخابات وعملوا بشكل سريع على تجاوز الخلافات واعطوا اجابات حاسمة قاطعة خاصة الحزب الشعب لن اتلف مع الحرية فبالتالي الرئيس النمساوي يكلف الحزب الثاني بتشكيل الحكومة والذي هو حسب الاستطلاعات ايضا هو حزب الشعب فهيتلف مع الاس بي او اضافة للنيوز او الخضر او الكي بي او هاتل المعادلة فبكون عندنا حكومة ما قبل هكون عندنا ازمة سياسية حقيقية في النمسا سنتابعها اكيد بكافة تفاصيلها